صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين صلى الله عليك وعلى بضعتك يا آياء الصديقة الشهيدة ذات الآلام الكثيرة في المدة القصيرة سيدي يا ليتنا يا فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم سيدي يا فرج الله أنت المعزى بأمك فاطمة سيدي أبا الفاضل عظم الله لك الأجر بمصيبتي أمك يا قمر التمي إلى مسرار شن على حرب عداك المغار يا غيرة الله أمانا تغير أعداءك فالصبر غايا يا 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 سيدي فهاك قلبها قلوب الورى فهاك قلبها هك قلبها يا قلوب الورى أذابها الشوق من الانتظار سيدي يا فرج الله نحن هنا من جانب أب الفاضل العباس غيور على أمه الزهرى وكذلك صاحب العصر غيور على أمه فاطمة الشاعر شي يقول له سيدي يا فرج الله يقول له تنسى على الدار هجوم العدار مذ أظرموا الباب بجزل ونار أظرموا الباب بجزل وحيدر يوم قد قيد قسرا جهاي يار وأسقطوا جنينها واعترا هذا البيت إلك حيلة سمعة هنا يا أبو فاضيل إلك حيلة سمعة يا صاحب العاصر أولي واعترا من ضربة الخد العيون أحمرا 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 وار بعدها مصيبة الزهراء كبيرة سيدي فما سقوط الحمل من ضملي فما سقوط الحمل من جنبها ما ضربها ما حصرها بالجدار ما وكزها بالسيف في ظلعها ما وكزها بالسيف في ظلعها ما قرطها ومن تثار السوار سيدي يا فرج الله أنت المعزة بأمك فاطمة نقرأ هذه القصيدة حتى نستنهض مولانا صاحب العصر حتى نبجي سيدنا أبا الفضل العبا يا ياس لأن أم الزهرة عزع لي لكن خنجيز في هذه الليلة خلنجرح العباس سلام الله عليه فوق جراحاته جراحات العباس كلها تلتئم إلا جرح زينب شي يقول الشاعر وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار بعدها يقول لا تبزغي يا شمس كي ما ترى يا زينب وحسر ما عليها يا خمار يا خمار تستر باليمنى وجوها فإن تستر باليمنى وجوها فإن أعوزها الستر تمد اليسار يا يائر تقل يا حسين يا يائن يا حسين أو أن يحسين يا يائن يا طيب الخوية ترى سوط الشماء يا يائر بيت لو إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم أعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل تعجيلا لفرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول أعمالنا عطروا المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد أخواني في الله نحن في رحابي هذه المصيبة الكبيرة مصيبة سيدتنا ومولاتنا الزهراء المرضية الصديقة الشهيدة المباركة المحدثة المحدثة البتول إلى آخره من الأسماء الكثيرة التي اختصها بها الله سبحانه وتعالى هذه الليلة نريد أن نتكلم معاً عن صفات بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كل بيت إلى بعض الصفات يعرف بها الليلة نريد أن نتكلم عن صفات بيت سيدتنا ومولاتنا الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام افتتحنا بهذه الآية جزء من آيات من سورة النور قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه بعض الفقهاء وبعض العلماء يستدل على أنه بإمكاننا أن نرفع بناء المسجد يعني شنو؟ يعني هذا الرفع رفع معنوي في بيوت أذن الله أن ترفع يرتفع مقامها ويرتفع بناءها أيضا ترتفع قبة ترتفع منارة ليش؟ لأن هذه البيوت ما جاء هذا الإذن برفعها من فراغ وإنما تتمت الآية يسبح له فيها بالغدو والآصال الغدات هو الصباح والأصيل هو وقت الغروب فكأنما هذا الذكر مستمر ذكر مستمر من الصباح حتى المساء هذا البيت يستحق أن يرفع تجي إلى التفاسير قيل أنها المساجد وأكيد أبرز مصاديقها المساجد التي رفعها الله سبحانه وتعالى وإلا أشمعنا تجي أنت تقرأ في الروايات أنه إذا واحد يصلي مثلا صلاة في المسجد الحرام هي بمئة ألف ركعة يصلي في مسجد الكوفة مثلا المعظم بعشرة آلاف ركعة يصلي في المسجد النبوي بكذا أجر يصلي في المكان الفلاني بكذا أجر عجيب إذن هذا المكان مقدس هذا المكان إلى خصوصية جعلت الله سبحانه وتعالى يعطيه هذه القيمة العالية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال تجي إلى بعض الروايات البعض يقول أنه هذا أشمل وأوسع مو بس المساجد وإنما بيوت الأنبياء وإنما بيوت الصالحين وإنما بيوت الحكماء وإنما بيوت العلماء هذه كلها أماكن مقدسة يذكر أحد الخطباء من إخواننا قبل فترة يقول كنت أقرأ في مجالس كبيرة جدا وبيها ناس وبيها حضور بعدين أروح إلى مأتم صغير أقرأ فيه يقول أتفاعل تفاعل عجيب من أبدي أسولي فإلى أن أنتهي أنا أشعر بالمصيبة أستشعر القضية يقول فسألت بعدين أعرفت أن هذا السبب أنه هذول شهدائنا عندما كانوا يودعون أهلهم المكان الأخير لي منه يعرجون إلى بارئهم وإلى خالقهم هو كان هذا المكان مجمع شهداء شوف كل شيء إلى قدسية سبحان الله العلامة الطباطبائي صاحب الميزان رضوان الله تعالى عليه هذا كان يدعى إلى مجلس عزاء في قم المقدسة هو كان ساكن في قم صاحب البيت حي إلى فترة قريبة يقول كان يجي العلامة الطباطبائي يسألني يقول لي يا جزء من البيت أكثر أنتم سوين بمجاليس منعقدة بمجالس الحسين عليه السلام رجال عوشيتة وكبير بالعمر عالم فاضل رضوان الله تعالى عليه يقول فكان يذهب إلى تلك الغرفة التي أدله عليها أقول له هنا هذا المكان مثلا كان لذلك المكان وشرف المكان بمن بالمكين هذا الآن الأخ المواسي إمامنا حبيبنا إمامنا بمعنى القدوة ليس بمعنى الإمام المعصوم سيدنا العباس بن علي عليه أفضل الصلاة والسلام هذا المكان ليش مقدس ليش هاي الجموع تأتي وتذهب هذه الجموع الغفيرة كلها تقصده لأنه كان رجلا ذكر الله بالغدو والآصال يجي واحد يسأل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله وبيت علي من هذه البيوت يقول له بل من أفاضلها أو بل من أفضلها إذن البيت إلى قدسية هذا البيت واحد من هذه البيوت أكيد أنه بيت سيدتنا ومولاتنا الزهراء عليها السلام هذه السيدة الجليلة التي قصر عمرها وكثر عطاؤها التي ذهبت شهيدة لتحيي الولاية ذهبت شهيدة لكي تحيي معالم الدين تجي أنت إلى بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها واحد من صفاته أنه دار الوحي نحن الآن أبسط الناس من عندنا حتى اللي ما عنده معلومات غزيرة إذا تسئله تقول له أي آية نزلت في بيت فاطمة أكيد ما راح ينسى قضية الكساء وقضية آية التطهير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أكيد ما راح ينسى قصة سورة الدهر وسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر وما جرى من قصص في هذه السورة والآيات التي نزلت قد تلاحظ أخي الفاضل شوف ما كان أكو إعلام هي الزهراء وأمير المؤمنين وأولادهم نذروا نذرا لله سبحانه وتعالى ماكو قضية إعلام ماكو كاميرات الصور ماكو مثلا جهة مسؤولة بنشر هذه القضية أصلا ماكو لكن النية صادقة النية فيها إخلاص طبعا هذه السورة هي مدرسة كاملة للأسرة أكو بحوث لطيفة جدا في هذا الصدد تبين أن هذه المدرسة هذه الآيات وهذه السورة هي مدرسة للأسرة للتعامل الأسري طبعا نحن نشوف بأنه واحد ينذر لوجه الله سبحانه وتعالى نذرا فيه مال نذرا فيه ذبيحة نذرا فيه مثلا تقديم شيء معين لكن هنا أكو نذر خاص نذر فيه العبادة نذر فيه التقرب من الله سبحانه وتعالى إذا الله شاف أولادي أنا أصوم لوجهه الكريم هذا ما صنعته سيدتنا ومولاتنا الزهراء البتول في دار علي عليه السلام نفس النبي الأكرم صلى الله عليه وآله فالقصة المعروفة يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم علما لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا في تتمة الآيات قم طريرا تلاحظ أكو صفات أيضا في هذه الأسرة حتى بالعمل الزغير الإنسان مشرط ينذر لله أنه يقدم سجاد أو يجيب له يا مثلا ذبيحة يقدمها إلى أحد الأئمة هذا مو شرط هذا مواجب ممكن الإنسان أنه ينذر نذرا عباديا ممكن ينذر نذرا كتابيا يقول أنا أكتب مثلا لسيدتنا ومولاتنا زينب الكبرى هذا الشبلنجي شبلنجي أحد علماء أبناء العامة هذا قصة لطيفة وظريفة هذا الرجل صار عنده مشاكل بعينه قام ما يشوف التفت لي شوف اشقد هذه القصة رائعة هذا الرجل من أبناء العامة مون جماعتنا في مصر صار عنده مشكلة بعينه شعر بأن عينه بدأت تنطفئ راح إلى أطباء قال له لبلي صحيح عندك مشكلة في نور العين هاي العين بعد ما تستقبل الإضاءة فأنت بعد لازم تتعامل مع هذا الأمر أو تشوف لك طبيب ممكن يعالجه ونستبعد هذا يصير فنذر نذرا شوف احنا نقول البيوت في بيوت أذن الله أن ترفع يا بيت اللي يرفع بيت هذا الرجل الطاهر العابد الصالح الناصح بيت كبيت سيد الشهداء أبي الأحرار الحسين عليه السلام هذا يرفع أيضا هناك بيت في القاهرة في أطراف القاهرة بيت السيدة نفيسة السيدة نفيسة هي عمة عبد العظيم الحسني إذا سامعين به هذا الشهيد الذي هناك روايات من أبناء الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه ويقولون بأنه هذا الرجل زيارته لمن لم يتمكن من زيارة الحسين تعدل زيارة الحسين جد المقام عالي هذه السيدة نفيسة هي عمة عبد العظيم الحسني نسبا وهي كنة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه تزوجها إسحاق ابن الإمام الصادق عليه السلام فهي في بيت طاهر وهي ذات مكانه لذلك مكانها صار مكان أشبه بحرم السيدة المعصومة الذي هو في قم المقدسة هناك حرم لهذه السيدة في القاهرة يقصده الناس يأخذون بعض الحاجات يقدمون طالبات راح هذا الشبلنجي قالها سيدتي ومولاتي أنا مو منعدكم أنا من أبناء العامة لكن هاي عيني مأذيتني وأريد إن شاء الله بحقك عند الله خاف واحد يقول تشركون بالله لا موضوع أكل عليه الدهر وشرب على كل قالها إذا الله شافاني فنذر علي في هذا المكان المقدس بأن أؤلف كتابا عن أهل البيت عليهم السلام عن سيرة أهل البيت عليهم السلام فهذا الرجل هم سبحان الله عافاه الله وكتب كتابا اسمه أبصار العيون عن أهل البيت عليهم السلام هذا الرجل مو منعدنا لكنه نذر بنية خالصة بنية صادقة إذن أليه إخلاص إحنا ليش وصلنا وين مناك وصلنا إلى آية هل أتى وسورتي هل أتى هذا لطيف الشيء بالشيء يذكر الشعر يقول وسائل هل أتى نص بحق علي أجبته هل أتى نص بحق علي سورة هل أتى هي نص بحق أمير المؤمنين عليه السلام بحق هذه الولاية إذن دار دار الوحي آيات كثيرة نزلت في هذه الدار بعد دار الملائكة يا بشلون دار الملائكة دار الزهراء ترجع وتشوف الروايات وترجع وتشوف الأحداث التي جرت أبسط مثال قضية الكساء أبسط مثال ما وردنا في الكافي الشريف أنه بعد ارتحال نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله كان جبرائيل ينزل في هذه الفترة التي كانت فيها سيدتنا مولاتنا حزينة معصبة الرأس تأن مما بها كان ينزل عليها جبرائيل لكن مو حتى يجيب الهوحي كان ينزل لثلاث أمور كان يحدثها ويخبرها عن أبيها كان يخبرها عن أبنائها كان يسليها بمصيبة أبيها هذه السيدة الجليلة أحداث كثيرة يرويها التاريخ أنه بيتها بيت الملائكة بيت الوحي لأنه قرآن نزل فيه بيت الملائكة لأنه كان الملائكة يترددون على بيتها كما ورد عن سلمان المحمدي هذا الرجل العظيم يقول رحت إلى بيت الزهراء فاطمة القصة طويلة لكن نذكر منها هذا الشأن الذي نريده يقول رحت إلى بيت فاطمة فاستغربت نظرت إلى الرحة تدور لوحدها هذه الرحة مال الطحن الدور وحدها يجي قال له يا رسول الله لقد رأيت شيئا عجبا شفت شيء غريب شنو هذه الرحة تدور وحدها على أي أساس شون قال للملائكة تنزل لتعين فاطمة أنت تسمع هذه الفضائل إذن بيت وحي بيت ملائكة بعد بيت عبادة ليلة زواجها الزهراء البتول بأبيه وأمي أول ما تطلب من علي عليه السلام أن يخصص مصلى يصلون فيه يعبدون الله فيه شوف ليلة أولى ليلة الزواج أولى شوف العبارات نعبد الله نصلي هذا بيت عبادة والعبادة ما كانت فقط صلاة وصوم أشرنا هناك إخلاص هناك إيثار على حبه على حب الطعام يعطونه جيد بيت العبادة هذا والمصلى أكثر من ذلك الإنفاق ما كانت طبعا للعلم للعلم إحنا نقول يطعمون الطعام على حبه ونذكر هذه القصة نذكر قصص الزهراء البتول فنمر بهذه الرواية نشوف أنه الزهراء البتول ما كان عندها ثوب جديد لزواجها بأبيه وأمه فالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله يشتري ثوبا يعطيه لها فبليلة الزواج تجي مسكينة تطلب هذا الثوب تنطي فاطمة يسئلوها يقولوا لها ليش تقولهم الذكرت قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أنا أحب عندي ثوب بيمزقوا بيشقوا بيمشاكل هذا ما أحب مثل ما أحب الثوب الجديد فأنفق مما أحب اليوم الثاني في رواية إما الآن من الجنة إما ثوب من الجنة لكن بوساطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله يصلها الثوب من السندس الأخضر ثم تأتي مسكينة أخرى تطلبه أيضا تتصدق به ليش لأنها مصداق للآية الكريمة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يجيك واحد يقول لك أهل البيت ماتوا فقرة أنا بالله عليك ما أريد أطيل عليكم لكن هذه ليالي فاطمة ليالي علم سيدة العلم العالمة الفاضلة الجليلة المحدثة من السماء فاطمة يا ناس يا عالم ترى فاطمة مو بحاجة ثوب ولا بحاجة فلوس حتى هذه الروايات التي نقرأها لأنها هي تريد هي تحب ولا بالله عليك ذكرنا قبل قليل أنه بيت الملائكة يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا القديس الأشرف الصادر الأول النبي الأكرم يجي يدخل على سيدتنا ومولاتنا الزهراء يقولها بنيتي أن جبرائيل هنا يحمل لك سلاما من 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 الله سبحانه وتعالى شف العظم ويقول أن يا فاطمة سلي حاجتك شوف هذا رب العالمين يقول سلي حاجتك يعني ماكو حدود وبإمكانها أن تطلب أي شيء تستحي بأبيه وأمي أن تطلب تقول لسيد يوم مولاي رسول الله أنت أبوي ورسول البشرية وخير الخلق وجبرائيل هو الروح الأمين والذي يسلم والذي يريد مني أن أطلب طلبة هو الله سبحانه وتعالى أنا أستحي أن أطلب طلبة قالها إن جبرائيل هنا أطلبي منه شيئة اش طلبت الزهراء قالت لأب أنا لا أريد إلا لقاء وجهه الكريم سلام الله على فاطمة بالله عليك هذه فقيرة الله سبحانه وتعالى يقول لها سلي حاجتك لكن هي تقول لا أريد إلا لقاء وجهه هذه فاطمة بيت العبادة بيت الولاية صفات كثيرة لكن لا نريد أن نطيل على إخوتنا وأن نشق عليهم هذا البيت الذي هو بيت التربية بيت البراءة هو لو لم يكن بيت البراءة لما صدر منهم ما صدر ولما جرى منهم ما جرى بالله عليك استكثروا على هذه السيدة الجليلة أن تبكي أباها رسول الله بعد من صفات هذا البيت أنه بيت الأحزان عذراً يا فرج الله انذكرك بمصيبة أمك فاطمة يقول الرواة أرباب المقاتل أنها بأبيه وأمي باتت بعد أبيها معصبتها الجبيل تأن مما بها يا شعاء يا أبا الفاضل يا أيها البطل إنت يشبهونك بأبيك أمير المؤمنين أمير المؤمنين فقد أبا طاليب لم يغش عليه فقد النبي الأكرم لم يغش عليه لكن يا أبا فاضيل يقول الرواة أنه عندما سمع علي بمقتل فاطمة بأبيهما وأمي يقول خر على وجهه صريعا أين المنادي وفاطمة ومظلومة وشهيدة اجع علي عليه السلام نظر إليها علي حزين جدا يخاطب نهاية بنت رسول الله أجيبيني ما أجابته فاطمة قال لها أنا علي أجيبيني أتزود منك لحظاتك الأخيرة فتحت عينها بوجه أمير المؤمنين هذه الكلمة جدا صعبة تقول لعلي أنا ما خنتك ما كذبت عليك منذ أن عرفتك قالها حشاتش يا فاطمة هذا الكلام مو إليج قالت لها يا أمير المؤمنين وصيك بوصايا وحدة من هذه الوصايا أن تبكي علي وعلى أيتامك بعد وصيني وصيني قالت له أريدك أن تقرأ القرآن عند قبري فإن الميت يستأنس بصوت القرآن أي قرآن يقرأه علي على قبرك يا فاطمة أقول سيدي ومولاي يقولون ترجعت إلى بيتائك أو تركت قبر الزهراء لأن زينب فزت من نومتها عذرا يا أبا الفاضل فزت من نومتها أقول سيدي يا أمير المؤمنين تركت جسد أخيها ملقا على رمضاء كربلا هذه الأبيات وأسألك الدعاء ما تقولها؟ تقول حيرني الدهر بحسين وعلي ثقايا وعلي ثقايا لا أقدر أعوف ولا أقدر أظلم حيرني الدهر بحسين وعلي ثقايا لا أقدر أعوف ولا أقدر أظلم حيرني إيش لو نمشي ويظل عباس مرمع للمسنايا ويمم قطع شفوفايا ويمم الجود والرايا اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا الله اللهم تقبل أعمالنا لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود اجعلنا ممن تشفع لهم الصديقة الطاهرة بحق بالفضل العباس يا الله اللهم عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه يا أرحم الراحمين اللهم من أوصانا بالدعاء اقضي اللهم حاجته اللهم اجعلنا من أنصار سيدنا ومولانا ومن أعوانه اللهم اكحل نواظرنا بنظرة منا إليه عجل فرج وسه المخرج إلهي من أوصانا عنده مريض اشف اللهم مريضة من عنده حاجة اقضي اللهم حاجته من كان ذا غمة اكشف غمته برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح موت العلماء والسادات موتى شيعة أمير المؤمنين من ليس له وارث يذكره من مات على الإيمان من مات على الولاية نهدي إلى الجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة